كل الفترة دي بتابع نشاط الدخلي تبعت وروحت وتجولت وزرت وشفت يعني فوق يعني وده منشور في الجورنال يعني منشور شغلنا مش بقول لك بنقول كلام يعني بنقول اللي احنا عشناه وشفناه يعني وبالتالي انه تقدر تتكلم النهاردة وانا بتكلم على هذه الفترة فترة مختلفة تماما لانه كمان الوضع في مصر النهاردة بقى مختلف يعني فترة التامينينات كانت ارهاب شغال كان عندك شركات توظيف الاموال بدأت تشتغل شغالة ثم دخلنا بعد كده على يعني حاجات كتيرة جدا مش عايزين نرجع لها ونتكلم عنها تاني في الفترة دي دخلنا على التسعينات نفس الحكاية دخلنا الالفية كمان نفس الحكاية اكتر بدأت الامور تزيد اكتر ثم دخلنا على بعد كده اللي حصل في 2011 لكن الوضع النهاردة في مصر وضع مختلف تماما عن كل السنين اللي انا بكلمكم عليه عن خمسين سنة اللي فاتوا الحمد لله فضل ربنا الوضع اللي في مصر اليوم مختلف تماما عن خمسين سنة مضت في تاريخ مصر انا حضرت فيهم فترة من سبعة وتمانين تمانية وتمانين لحد زيان بقولكو لحد النهاردة احنا منتكلم دلوقتي ليه في كل حاجة بقى في وضع مختلف حتى بقولك حتى في تطوير حتى تطوير نشوفه حتى للتطوير يا راجل ده انت مديرة امن القاهرة كانت في قلب القاهرة كانت في باب الخال مديرت امن القاهرة شوفه النهَاردة وديتها فين وديتها القاهرة الجديدة في مكان يعني يليق بجمهورية بجد جديدة كل حاجة عملتها كده إنه ما بنى وزارة الداخلية نفسه كان في لازغلي اتناقلة النهاردة في القاهرة الجديدة في التجامع الخítulo شوف النهارده م شاء الله عجهزة معزرة الداخلية بالكامل كلها اتنقلت النهاردة بقت في أماكن مختلفة وبالتالي بقى الوضع لأنا بتكلم على الداخلية القوات المسالح نفس الحكاية النهاردة بتعمل الكيان في العاصمة الإدارية الجديدة وتنتقل وزارة الدفاع وكل أجهزتها ومؤسستها إلى الكيان وإلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد فترة قادمة إن شاء الله وكليات العسكرية بالكامل وبالتالي النهاردة أنت كل حاجة بتعملها للأفضل بتعمل الأحسن النهاردة العاصمة الإدارية والوزارات أحدث مستوى من التقدم والتكنولوجيا وكنا أول برنامج أول برنامج هذا البرنامج اللي راح العاصمة الإدارية الجديدة ونقلنا وصورنا من العاصمة ودخلنا المكاتب وقتها ووزارة المالية ونقلنا من داخل عاصمة الإدارية هو ده التقدم ننت رايح له فكل حاجة النهاردة للتطور للأفضل في الآخر مين المستفيد؟ المواطن حضرتك المستفيد رقم واحد دولة بتعمل ده عشان أقدم خدمة للمواطن خدمة سريعة جدا ومش كل حاجة محتاج المواطن النهاردة يروي يعمل مشوار وينزل يعمل مشوار لا مش محتاج الكلام ده النهاردة هيبقى كل خدمات بتبقى الإلكترونية وانت أقى في بيتك حتى لو انت عايز تعمل حكة المرور مثلا عندك مخالفات مرور ولا كذا بتخلصها النهاردة شهر العقار النهاردة تخلصه وانت أقى في بيتك يروي دوب على حاجات بسيطة جدا المحاكمات النهاردة فيه محاكمات يتم عن طريق الدوائر التلفزيونية المغلقة مثلا التجديد الحبس يعني فيه تطوير كبير جدا بيحصل في الدولة ما ده جزء منه اللي شافه الرئيس النهاردة يعني الصورة اللي هي حول هذه الزيارة حول هذا الإفطار أنا عايزك تشوف بس اسم أول منيط ناصر هو ده الاسم ده الاسم ده نموذج من كل أقسام على مساعدة جمهورية بالمناسبة يعني أقسام الشرطة على مساعدة جمهورية النموذج اللي قدامك ده كلها بقت كده النهاردة بقت نموذج موحد وانت وانا يمكن وانا حتى وانا بروح البلد مثلا بعد باخد من القاهرة لحد ما وصل شطورة بعد على كل محافظات خدنا من الجيزة خدنا القاهرة ودخلنا على ماي وعلى حلوان وعلى وخدنا بقى الجيزة وبين السويف واحنا رايحين والمينيا وقسيوت ودخلنا عندنا سواء كل دي بعد على أقسام شرطة ومدريات أمن بتشوفها بتشوفها سواء الطريق الغربي أو الطريق الشرق بتشوف فهو ده النموذج اللي موجود اللي قدامك ده بيأكد قدية الدولة حريصة على أهلها وناسها وعلى حتى لو فيه حد بيدخل النهاردة بيقضي عقوبة في السجن يعني ما انت برضه بتبقى حريص عليه يعني هو عقوبة بيقضي العقوبة خلاص حد هنا في اسم الشرطة على زم التأنياب وعلى زم التحقيقات وعلى زم التجراءات زي ما الضابط تتكلم مع السيد الرئيس ولازم توفر له الأكل بتاعه الفطر بتاعه فأنت هنا بتعامل بتعامل يعني إنسان في الآخر هو متهم آه بس في الآخر ما هو مواطن إنسان وانت محتاج منه حاجة محتاج مثلا زي ما بعض الناس كانوا دايما كانت وزارة الداخلية دية طول الوقت كان يفضلوا طول الوقت مسكين في الداخلية وكان دايما كان كده عايز تضرب ابدأ ما هو أنت لما ضربت مصر في 2011 كان بداية الضرب إيه وزارة الداخلية طيب مصر